اهلا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار بعث صاحب الجلالة الملك محمد سادس برقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة الإعلامية المقتدرة المرحومة ملك الملياني الملاقبة بسيد ليلة التفاصيل مع ماء وليد حميدي علاوي سادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الإعلامية المقتدرة المرحومة ملك الملياني الملقبة بسيد ليلة وقال جلالة الملك في هذه البرقية فقد تلقينا ببالغ التأثر نعي المشمولة بعفو الله تعالى ورضوانه الإعلامية المقتدرة المرحومة ملك الملياني أسكانها الله فسح جنانه وأضاف جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهل الرحلة المبرورة وذويها ولأسرتها الإعلامية الوطنية ولسائر أصدقائها ومحبيها عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل إعلامية بارزة من الرعي للأول للإذاعيين المغاربة المشهود لها بالكفاءة والإبداع حيث بصمت رحمها الله على امتداد عقود من الزمن المشهد السمعي الوطني ببرامج متنوعة وهادفة أكسبتها حب وتقدير أجيال من عشاق الأثير وقال جلالة الملك وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه مقدرين ما كانت تتحلى به فقيدتكم العزيزة من خصال نبيلة وغيرة وطنية صادقة ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد لندعو الله عز وجل أن يشملها بواسع رحمته وغفرانه وأن يعودكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم مع الإقبال الكبير الذي تعرفه مدينة الصويرة خلال موسم السيف يواصل القطاع السياحي بالمدينة والمناطق السياحية التابعة لها تحقيق أداء جيد وتتعزز هذه الدينامية بفضل الغنى الاستثنائي للتراثي المادي واللمادي للمدينة وجودة عرضها الثقافي وتعبئة مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع السياحي التقرير لصفية عثمان مدينة الصويرة حطمت أرقاما قياسية على مستوى عدد الزوار خلال سنة 2022 وتواصلت هذه الدينامية السياحية خلال السنة الجارية وهو ما تعكسه الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من 2023 حيث تم تحقيق ارتفاع بنسبة 14% في عدد الوافدين مقارنة مع نفس الفترة من 2019 هذا الآداء ذو التأثير السوسي اقتصادي الكبير يتعزز أكثر مع موسم الاستياف الذي تعرفه لؤلؤة المحيط الأطلسي خلال شهر يوليوز وبداية شهر غشت عدد الوافدين المسجل بالمؤسسة المصنفة بالصويرة خلال الأشهر الستة الأولى من 2023 وصل إلى 122.581 وعرف عدد ليالي المبيت زيادة بـ 18% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 القطاع السياحي بمدينة الرياح يعرف نشاطا كبيرا خلال هذه الأيام وتعرف المدينة إقبالا مكثفا خاصة في فترة المساء بالساحات العمومية الرئيسية والمدينة القديمة وتسجل مدينة الرياح موسم استياف استثنائي من شأنه تقوية مكانة المدينة كإحدى الوجهات السياحية المتميزة بالمملكة دوليا لقي ثمانية أشخاص على الأقل مسرعهم إثر إطلائقي ساروخين روسيين على مبنى في بروكروفست شرق أوكرانيا هنا حاجي في المتابعة هكذا يبدو هذا المبنى المكون من خمس طوابق والمتواجد في مدينة بروكروفست شرق أوكرانيا والذي يعود تاريخه إلى الحقبة السوفياتية المبنى تعرض لقصف صاروخي روسي أصفر إلى ما لا يقل عن ثمانية قتلى وأربعة عشر جريحا على الأقل وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد قال في وقت سابق إن روسيا قصفت مبنى سكنيا وأضاف عبر منصة X تويتر سابقا للأسف ثم تضحايا المسعفون في الموقع وإنقاذ الناس مستمر من جهتها كتبت إدارة بوكروفست العسكري على فيسبوك عملية الإنقاذ مستمرة اليوم نحن غارقون في الألم والغضب والدموع وقد أبلغت السلطات العسكرية في منطقة خاركيف جمال شرق أوكرانيا عن مقتل مدنيين رجل وامرأة في غارة نروسية حيث أدى القصف إلى مقتل رجلين في اليوم السابق دوليا دائما لقي أربعة عشر شخصا حتفهم خلال مطلع الأسبوع في مدينة شولانا الصينية بسبب الفيضانات الناجمة عن الإعسار الدوكسوري ويشهد شمال شرق الصين وبكين سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ أصول الإعسار دوكسوري للبر في إقليم فوجيان الجنوبي قبل أسبوعين التقرير لصفية عصمان لقي أربعة عشر شخصا مصرعهم بعد هطول أمطار غزيرة بمدينة شولان بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين وذلك بحسب ما ذكرت السلطات المحلية وأفادت هذه الأخيرة أن منسوب المياه في الخزانات والأنهار الرئيسية انخفض للمستوى الآمن وذلك بعد أن عرفت مدينة شولان تساقط أمطار غزيرة منذ يوم الثلاثاء الماضي وعبأت الحكومة المحلية فرقا للإنقاذ لنقل السكان وإصلاح الطرق واستعادة الكهرباء والاتصالات من أجل استئناف أنشطة الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن وتعرف الصين ظروف مناخية متطرفة ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف وهي ظواهر يقول الخبراء أنها تفاقمت بسبب تغير المناخ وحسب خبراء صينيين فإن الأمطار الغزيرة الحالية قد تسبب فيضانات أكثر خطورة مما كانت عليه في يوليوز 2012 ببيكين ومن المتوقع أن ينخفض معدله طول الأمطار بشكل ملحوظ لكن هذه الفترة قد تكون قصيرة حيث تسعد الصين لإعصار خانون الذي يقترب من الشواطئ الشرقية للبلاد أعلن محافظ كوجال إصابة 12 شخصا حالة 2 منهم حرجة جراء انفجار وقع في مخزن الحبوب بميناء درينجة شرق إسطنبول التقرير لرغدة قابوري انفجار مهول يهز مخازن للحبوب بالقرب من ميناء درينجة بولاية كوجال غرب تركيا ما تسبب في إصابة 10 أشخاص إثنان منهم في حالة حرجة وذلك وفق ما سرح به والي مدينة كوجال فيما لا تزال عملية إخمد النيران مستمرة والي مدينة كوجال سرح أن سبب الانفجار في ميناء درينجة هو زيادة الضغط داخل صوامع القمحة ميناء درينجة يعتبر أحد أهم الموانئ في تركيا وتسبب الانفجار في تصاعد دخان كثيف في المنطقة السلطات المحلية لازالت تعمل على تحديد الجرحى ونقلهم إلى المستشفى والتحقيقات مستمرة بالميناء في البرتغال وتحديدا بمنطقة أوديميرا سارع المئات من رجال الإطفاء لإخماد حريق يلتهم ألف الهكتارات من الأراضي وأشبر حوالي 1400 شخص على ترك منازلهم نتابع التفاصيل في تقرير لهنا حجي قبل وقت قصير من غروب الشمس يوم الاثنين تحولت سماء أوديميرا البرتغالية إلى ظلام حالك بسبب سحاب ضخم من الدخان حيث اشتعل حريق في الغابة المحيطة ببلدية أوديميرا في منطقة ألينتيخو البرتغالية ليمتد الحريق جنوبا نحو القارف أحد أفضل الوجهات السياحية في البرتغال بعد ذلك سرع المئات من رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي التهم الأشجار الخضراء الشامخة وألاف الهكتارات من الأراضي وأشبر حوالي 1400 شخص على ترك منازلهم درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية تؤدي إلى صعوبة في مكافحة النيران التي دمرت حوالي 6700 هكتار من الأراضي البرتغالية أصبحت القناطر الخيرية المصرية الواقعة على نهر النيل مقصداً لمئات المصريين الذين يأتون يومياً إلى الموقع هاربان من الحر الشديد في البلاد التقرير لردوان مستقيم أمام موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ بداية الصيف الحالي لم يجد مئات المصريين أفضل من القناطر الخيرية الواقعة على نهر النيل والتي يطلقون عليها اسم بوابة صيف الفقراء ملاذ آمن يقصدونه بشكل يومي هارباً من درجات الخرارة المرتفعة بالنسبة للمكان هنا يعني مثلاً إيه؟ تكلفته قليلة ممكن واحد بسيط خالص يجي يقعد على الشط ما يتفعش حاجة خالص ويقضي يوم ويقضيه وولاده ممكن يجيب حاجة ساعة من الدكان مثلاً انتررت لويجي يقضيه وولاده ويقضي اليوم وينبسته هنا مسامنه مصري في الغلابة الناس بتيجي بقى هنا ما فيش تاكيفات شغالة ما فيش مهوة كلهم حران أساساً بيجي لينهم ميت مكان هنا جميل وراعي حاجة لطيفة بالآخر القناطر الخيرية في محافظة القليوبية وجهة ميسورة التكلفة لقضاء أوقات ممتعة في هذا الفضاء الذي يساهم في التخفيف من وطأة قيد هذا الفصل من السنة خصوصاً بعد اقتران موجة الحر بانقطاع التيار الكهربائي المستمر في جميع أنحاء البلاد منذ الشهر الماضي حيث قالت الحكومة إنه أمر ضروري لمواجهة زيادة مفاجئة في استهلاك الكهرباء ونعود للخبر الوطني حيث خلدت جماعة السواكن بإقليم العرائش على مدى ثلاثة أيام الذكرى 454 لمعركة واد المخازن وتضمن برنامج تظاهر فقرات متنوعة شملت أنشطة ثقافية ومعارضة وصهرات موسيقية إلى جانب ندوات فكرية المزيد في تقرير بحضور شخصيات مدنية وعسكرية احتفت جماعة السواكن التابعة لإقليم العرائش بالذكرى 445 لمعركة واد المخازن وهي محطة فاصلة من تاريخ المغرب تمكن فيها الجيش المغربي من هزم الجيش البرتغالي في يوم الرابع من غشت عام 1578 ونظم على همش الاحتفال بهذه الذكرى مهرجا ثقافي صلت الضوء على التراث الشعبي والثقافي للمنطقة من خلال تنظيم فقرات في فنون الفروسية الشعبية وصهرات موسيقية أحياها فنانون شعبيون ويأتي الاحتفال بذكرى معركة واد المخازن على أرض جماعة السواكن كونها تحتضن ضريح السلطان عبد المالك السعدي ونصب المالك البرتغالي سباستيان الذي قاد الجيش البرتغالي ولقي حتفه في المعركة في أخبار الفن والثقافة أقامت دار الشعر بتطوان من برنامجها المسمى فضاءات شعرية أقامت معارض لفنانين تشكيليين في زيارة خاصة لهذه الفضاءات من أجل إقامة حوار بين الشعر والتشكيل وغيرها من الإبداعات الفنية التقرير لردوان مستقيم حرصت دار الشعر بتطوان على تأثيث تظاهرة فضاءات شعرية التي جرت بطوريطا بحي عين بوعنان المطل على مدينة الحمامة البيضاء عبر المسج بين التشكيل والموسيقى والإيقاع والصورة واللخن بمشاركة ثلث من الشعراء والموسيقيين والفنانين ورجال الفكر والفن والأدب من مختلف مناطق المغرب فضاءات شعرية تظاهرة جديدة تقيمها دار الشعر بتطوان انطلاقا من هذا المعرض التشكيلي للفنان عبد الكريم من وزاني تظاهرة سوف تنفتح على معارض ومحترفات وأوراش الفنانين التشكيليين حيث يلتقي الشعر بالفن تشكيلي وبالموسيقى أيضا فضاءات شعرية لحظة أخرى من اللحظات التي تنفتح فيها دار الشعر بتطوان على الفضاءات العامة من أجل إخراج الشعر من القاعات الموسدة نحو الفضاء العمومي بشكل عام لكي تمتلئ الفضاءات العامة والمشتركة شعرا وفنا وإبداعا وفي أخبار الرياضة أسدل ستار بسلا على النسخة الأولى من الدورية النسائية للكرة الأمريكية التي فاز بها فريق بولز من الدار البيضاء التقرير لشيماء بكا النسخة الأولى من الدورية النسائية للكرة الأمريكية تسدل ستار بتتويج الفريق البيضاوي بولز الدورية التي نظم بمبادرة من جمعية الريفنس للكرة الأمريكية عرف مشاركة أربعة فروق من مدن سلا والرباط والدار البيضاء والتيفلت المباراة النهائية لهذه البطولة أقيمت في ملعب القرب بالمرسة في سلا وتم بعد نهاية المباراة توزيع الجوائز على الفريق الأول وتكريم الفريقين الذين احتلوا المركزين الثاني والثالث البطولة تعد الأولى من نوعها وحسب المنظمين عرفت نجاحا كبيرا بفضل شركاء الجمعية الذين بدلوا جهودا جبارة لإجراء الدوري في أحسن الظروف رياضيا دائما وقبل بداية موسم كرة القدم الجديد تتصاعد الإثارة في المملكة العربية السعودية التي ستشهد ظهور مجموعة من كبار اللاعبين لأول مرة في دورية المحترفين واعتجأت الأنظار إلى دوري روشن عندما نجح نادي النصر في الضفر بتوقيع الدولي البرتغالي كريسيان رونالدو بعد فترة وجيزة من نهائية كاس العالم في قطر ما جعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم وعلى غرار نصر فقد نجحت مجموعة من الأندية السعودية مثل الاتحاد في جذب بعض أفضل اللاعبين في العالم بما في ذلك حامل الكرة الذهبية كريم بنزيمة وبطل كأس العالم لسنة 2018 نغولو كانتي في وقت انضم فيه نجم ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد كمدرب للاتفاق كما تعاقد نادي الأهلي مع مهاجم منشستر سيتي السابق رياد محرز ومهاجم ليفربول السابق روبرت فيرمينو بهذا مشاهدين أنكم قد وصلنا إلى نهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار إلى اللقاء